بس الحركة أستاذ إسلام إمتى هنعدي مرحلة إحنا لسه خارجين من مرحلة شائكة؟ مصر على مدار تاريخها على مدار تاريخها لم يحدث أن تولى فيها رئيس مصر وهي مستقرة سابتة يعني خلينا أقول بتعبير كده شعبي ما كانتش تيتانيك يعني إحنا في 2013 كيف كان الحال وكيف انتهينا ده دي معركة ودي حرب وكانت كل الدولة يعني الدولة لم تتوقف الدولة كانت بتعمل إعمار وتنمية ويعني جمهورية جديدة بتتبني وفي نفس الوقت أنت عملت حارب وانت صارت على الإرهاب ففكرة الاستقرار فكرة مهمة جدا للممارسة السياسية يعني لا حديث عن الممارسة السياسية بلا استقرار وبلا أمان يعني المعيار إيه؟ المعيار إيه حتى في مسألة قانون الانتخابات أن يكون عليه التوافق كبير ما بين القوى السياسية واحد اتنين سهولة إجراء العملية نفسها رقم ثلاثة أن يكون هذا النظام الانتخابي الذي يتم اختياره هو داعم للدولة ويسمح بمشاركة أكبر عدد من الأحزاب لا يمنع أحد اتنين يسمح بتحفيز الناس على أنها تذهب لصناتيق الاختراع فلابد من بيئة مناسبة لممارسة السياسة يعني لما نقول فيه مثلا فيه نسبة أمية كذا أو نسبة فقر كذا فليمكن أن أتحدث عن الديمقراطية في ظل هذا التحدي في أولويات أقصد يعني لا مش بس بقول تحديات بتواجع العملية الديمقراطية مسألة الفقر أو مسألة وبالتالي يتم استغلاله وشوفنا دا بعينينا وكيف كان في مرحلة في مرحلة حتى النخبة حتى النخبة تم اللعبة عليها بشكل وتم خداعها وركوب يعني لا أريد أن أرجع للوراء ولكن نحن الآن إحنا بصدد ملامح جمهورية جديدة يتحدث فيها الناس زي ما قلنا تحت سقف القانون وعلى أرضية وطنية وليس ممنوع من هذا سوى ما أنت لوشت يده بالدماء وكلنا كمصريين متفقين على هذا الحقيقة أنه الكل يدعم بجميع طيارات هذا الوطن هذا الحوار لأنه الكل متفائل جدا بوجود حوار بهذا الشكل إحنا تبعنا جلسات على الهواء كان كله بيقول هو رأيه ودي حالة جيدة جدا لبناء جمهورية جديدة حقيقية فإحنا جميعا بندعم هذا الحوار ويمكن النقاش ده هو أغنى حاجة في هذا الحوار خليني أسأل حضرتك بردو أستاذ إسلام عن لجنة أو اللقاشات الأجراتها لجنة حول إنسان والحريات العامة حول القضاء على كافة أشكال التميز دي كانت أيضا جلسة مهمة جدا رأي حضرتك فيها من الجلسات المهمة طبعا إحنا أخدنا شرط فيما يتعلق به حول إنسان بشكل عام الحول الاقتصادية والاجتماعية لا أحد يجادل في هذا على الإطلاق لا من الداخل ولا من الخارج وعلى فكرة حظة الجلسة دي بحضور ممثلين لوسائل الإعلام مش بس مصرية وعربية وأجنبية وسفراء مهتمين بالمسألة تم دعوتهم للحضور اللي كان لديهم رغبة في الحضور وبالتالي هي مسألة تحظى باهتمام العالم كله لأن مصر جماعة مش بلد كبير في المنطقة وبلد كبير في الإقليم وبالتالي ما يجري على أرض مصر يعني الكثيرين سواء في المنطقة أو خارج المنطقة وبالتالي كان الحضور كثيف في هذه الجلسة بنتكلم هنا في مسألة أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أعطعنا فيها شوط طويل جدا جدا بشكل يدعو للفخر كدولة ومؤسسات ومصريين ده رقم واحد ولكن ليس هذا نهاية المطاف كما نقول دايما يعني المشوار مستمر قطعنا فيه خطوات الجزء الثاني مسألة عدم التمييز ولدينا مفاوضية حقوق الإنسان اللي تم إنشأها هناك اقتراحات بأن يتم سن تشريع خاص بمفاوضية لعدم التمييز وهنا بنتكلم في قضية مجتمعية في منتهى الأهمية احنا هنا بنتكلم فيه في المرأة ودورها بنتكلم في الشباب ودوره بنتكلم فيه الأقاليم الجغرافية بحيث أن التنمية لأول مرة بنتكلم في كل الأقاليم مصر يحدث فيها تنمية احنا بنتكلم من العالمين لسينة وبنتكلم من اسكندرية والقاهرة والدلتا وواجه بحري للصعيد حتى أسوان وبالتالي عدم التمييز في توجيه التنمية وموارد الدولة لأقاليم مصر المختلفة ده على أرض الواقع يعالج مسائل مختلفة ولكن لا احنا محتاجين على المستوى على الأرض متابعة ورصد ما يجري من ممارسات على الأرض واستغلال صغرات أو العقوبات كاتغير موجودة في مسألة التمييز مسألة تزاو القدرات الخاصة مصر يعني تولي هذه الفئة برعاية كبيرة جدا القيادة السياسية والحكومة وأعتقد أن فيه اقتراحات كتيرة ستحظى بإجماع اشتركوا في القناة